لنكون عباد الرحمن سنسير بهدي القرآن لنكون عباد الرحمن سنسير بهدي القرآن ونصون حقوق الإنسان فالعدل أساس التمكين والظلم هلاك البلدان سنكون عباد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين في برنامجكم عباد الرحمن في ظل لجوء الكثير من السوريين إلى بلدان أوروبية فتحت أبواب اللجوء أمامهم ومنحتهم حق الإقامة الذي أغلق أمامهم في معظم البلدان العربية والإسلامية بدأ أن الكثير من السوريين قد تأثروا بثقافة تلك البلدان فتحول الإعجاب بالقوانين الأوروبية إلى حالة من التأثر بثقافة الغرب وربما وصل إلى التشبه بهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما في هذه الحلقة نصلت الضوء على تأثر الثقافي في الغرب فبعد لجوء السوريين إلى أوروبا انتشرت هذه الظاهرة فتغيرت الأسماء والأهواء والأمزجة واللباس وحتى الأعياد والمناسبات التي كان يحتفل بها المسلم فكيف ينظر الدين إلى هذا التأثر هل هو تأثر ثقافي مشروع أم هو تشبه بعادات أقوام وأديان أخرى نناقش هذه التفاصيل بعد أن نتابع هذا التقرير أكثر من 700 ألف سوري وصلوا إلى جمهورية ألماني الاتحادية خلال الأعوام الثمانية الماضية ليجدوا أنفسهم أمام تحديات كبيرة في مجتمع غربي يختلف كثيرا عن الوسط الذي كانوا يعيشون فيه بمدنهم وقراهم السورية رحلة اللجوء لم تترك خلفهم في الوطن الحرب والقصف والخوف فحسب بل كثيرون تركوا عاداتهم وأعراف البلد وتقاليده مرتدين الثوب الثقافية للبلد المضيف ورغم توافد الكثير من السوريين إلى ألمانيا ممن حافظ على عادات وتقاليد عائلته ومدينته إلا أن نسبة جيدة منهم استغنوا في لباسهم وأعيادهم وحتى أسماء أطفالهم عما شبوا عليه بعضهم يتأثر أو يحاول أن يقلد المجتمعات الأوروبية أكيد أو يسمون أسامي غريبة عن مجتمعاتهم أو ليست عربية لكن نسبتهم قليلة جدا لا يتعدون 15% أما السواد الأعظم فهم محافظين على تقاليدهم محافظين على دينهم محافظين على العراف التي تعلموها من أباهم وإجدادهم بإرادة حرة بالمطلق انتهج البعض المسار الثقافي الشائع في ألمانيا في مأكلهم ومشربهم ولباسهم وحتى أسماء المواليد الجدد التي باتت ألمانية أو غربية بشكل عام والبعض الآخر يعز التغيير لأسباب قسرية موضحين بأنها محاولة للاندماج في مجتمع قد ينبذك إن لم تتماشى معه وتمهيدا لدمج أطفالهم خاصة وأنهم سيحملون الجنسية الألمانية فلا بد أن يعيشوا نمط الحياة الألمانية بأسماء ألمانية في بعض الأسماء المرفوضة طبعا كأسم أدولف هتلر مثلا هذه دلع للنازية مرفوضة ما تبقى يستطيع الناس التسمي كما يشاء قانونيا أما التأسر أعتقد التأسر الثقافي له جزءين جزء تأسر قصري تحكمه القوانين كمسلا أن يسمى الطفل على اسم والدته عندما لا يثبت الرجل أن لديه جواز سفر سوري أو من بلد المنشأ فلا أظن أن الشخص يتقبل هذا الأمر في بلده ولكن في ألمانيا يتقبل هذا الأمر موضوع عمل المرأة بات أو ذهب المرأة إلى المدرسة هذا التأسر الثقافي أعتقد أنه قصري كيف يمكن لك أن تقول أن هذه البلاد هي بلاد سيئة وهي بلاد الفجور وإلى آخرها من هذه المصطلحات الشائعة التي نسمعها في حين تقدم لك الحصانة والحماية والحريات العامة والمساحة الجيدة وتقدم لك الضمان الحق الاجتماعي وضمان الحق الحياة وضمان مورسة كافة الشعاري أعتقد أنهم هم بحاجة إلى تصحيح بعض المفاهيم لديهم قبل أن يتوجهوا بالاتهام باتجاه دول الغرب وبالتجاه الحاضن الاجتماعي والحاضن السياسي في أوروبا قوانين الغرب التي تحترم حرية الفرد وتفسح له مجالا لممارسة شعائره الدينية بدرجة قد تتفوق على كثير من الدول الإسلامية نالت إعجاب المسلمين فتأثروا بعادات وتقافة ونمط حياة دولة القانون وتقبلوها كما هي لتصبح جزءا من اندماجهم في مجتمع رحب بهم مكسيم العيسى أورينت نيوز برلين بعد أن تمان هذا التقرير يسرنا أن نرحب بفضيلة شيخ الدكتور سعد العثمان أهلا وسهلا بك في برنامج عباد الرحمن حياكم الله وإياكم أستاذ أبو الحميد دكتور سعد شاهدت معنا في التقرير يعني حاولنا من خلال هذا التقرير تسليط الضوء على التأثر الثقافي بالغرب خاصة بعد لجوء السوريين إلى أوروبا ودول اللجوء بداية وقبل أن ندخل في التفاصيل ما هي نظرة الشرع للسفر أو اللجوء إلى الدول الأوروبية أو الغربية أو الأجنبية إن صحها التعبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في الحقيقة أخي أستاذ أبو الحميد موضوع السفر إلى بلاد الغرب الغير إسلامية للعلماء في ذلك تفصيل فقد أجاز السفر إلى بلاد الغرب لأسباب وقد تتبعت الأسباب التي تجيز للمسلم السفر إلى بلاد الغرب فوجدتها ممكن أن تكون في أربعة أسباب السبب الأول أن يكون كما يحدث حاليا هناك خوف من الإنسان على نفسه وذريته ومن يلوذ به في بلده كما يحصل في سوريا من الحرب التي نحن نعيش اليوم فخرج الناس خوفا من الموت وخوفا من القتل إلى بلاد اللجوء الأخرى وطبعا في حالة عدم وجود لجوء إلى بلاد إسلامية يستطيع الإنسان أن يقيم فيها شعر دينه ولم يجد إلا لجوء إلى بلاد الغرب فهذا سبب لأن يكون المسلم في تلك البلاد تحت باب الضرورة فيقيم في تلك البلاد هذا السبب الأول السبب الثاني الذي يجيز للمسلم السفر إلى بلاد الغرب هو طلب علم غير متوافر في بلاد المسلمين كالتخصصات في الطب والهندسة وغيرها فإذا لم يوجد في جامعات المسلمين في ديار المسلمين ودول إسلامية هذا التخصص فإنه يجوز لطالب العلم أن يذهب ليتعلم هذا العلم الموجود في تلك البلاد كذلك السبب الثالث طلب الصحة والعلاج والاستشفاء وكذا فإذا لم يوجد في بلده رعاية طبية معينة أو علاج لمرضه الذي انتابه فإنه يجوز له أن يسافر بقصد الاستشفاء إلى بلاد الغرب كذلك من الأسباب أيضا الدعوة إلى الله عز وجل فنحن كدعاة إلى الله عز وجل يجوز للداعي إلى الله عز وجل أن يسافر بقصد دعوة الآخرين إلى الله عز وجل وطبعا إذا أتيح له ذلك لأن نحن مطالبون كمسلمين أن نبلغ رسالة الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بمعروفين هنا للمكر فنحن مطالبون بتبليغ رسالة الإسلام إلى كل الناس يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فهذه الأسباب الأربعة تجيز للمسلم السفر إلى بلاد الغرب بهدف أولا الحصول على الأمن إذا لم يوجد أو العلم أو الصحة أو الدعوة إلى الله عز وجل كما تقول دكتور سعد أغلب الشروط أجازت للسوريين بما تدل عليه اليوم الحالة السورية إذن سفر السوريين أو لجوههم إلى الدول الغربية جائز نعم الحال الموجودة عند أكثر اللاجئين في بلاد الغرب أن حالة الخوف والهلع الذي حصل وقد حصل للمسلمين سابقا كما حصل للصحب الكرام وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أيضا بالإجراء إلى الحبشة وطبعا الحبشة كانت دولة نصرانية وقال إن فيها ملكا يقيم العدل ويمكن يحافظ عليهم وكذا فأذن لهم بالهجرة من ذاك الحين صحيح فإذا وجد السبب والأسباب التي ذكرت فهذا كافر ليجز المسلم الإقامة في تلك البلاد ولكن الهدف أنه إذا استغنى عن بلد اللجوء أو عادت بلده آمنة أو أمن مكانا آخر ممكن أن يأمن فيه على نفسه وعلى أولاده ومن يلوذ به عليه أن يلتمس هذا المأمن الجديد ويترك الإقامة بشكل دائم ومستمر في تلك البلاد نعم طيب دكتور سعد كما شاهدنا في التقرير يعني بعد اللجوء السوري وربما يكون قبل اللجوء السوري يعني العرب والمسلمين الموجودين في الدول الغربية شاهدنا تأثر ثقافي بالغرب يعني من العداد إلى التقاليد إلى العياد إلى كل شيء فكيف ينظر بشكل عام الشرع والدين الإسلامي لهذا التأثر هو لا شك مجرد الإقامة في بلد الغرب فهذا يؤدي إلى أن يحتك الإنسان اللاجئ أو المقيم في من حوله من البلد المضيف أو البلد الذي يقيم فيه فلا بد أن يحتك بالطبيب وأن يحتك بالموظف ولا بد أن يحتك بالناس في الشارع وفي العمل وغيرها فهذا الاحتكاك يؤدي إلى التأثر لا شك فلا بد أن يتأثر ولذلك المسلم عليه أن يتأثر بالأشياء الإيجابية في المجتمع وأن يمتنع عن الأشياء السلبية التي تضر في دينه ولذلك ذكر الله عز وجل في آية سورة هود يعني نهي عظيم جدا من الله عز وجل لنا قال الله تعالى وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الْنَّارِ وَمَا لَكُمْ مِدُونِ اللَّهِ مِنْ أُولِيَاءَ ثُمَّا لَا تُنْصَرُونَ فلا تركَن لا تميل إليهم لا تداهنهم على حساب دينك لا تتنازل عن الثوابت التي عندك من محتقدات وأفكار وثقافة وغيرها من أجل والله أن أندمج مع هذا المجتمع مضرا بديني ومضرا بدين أولادي وعقيدتي فلذلك نعم لا بد من التأثر ولكن نتأثر بهم بالنواحي الإيجابية ونمتنع عن النواحي السلبية أن نتأثر بها فهذا هو الحد الفاصل في مسألة التأثر في بلد اللجوء نعم أنا أتقبل منهم تجد منهم مثلا صدقا في القول ترجل منهم أمانة تجد منهم أشياء معينة أخذها أما الأشياء السلبية التي تضر في ديني تجعل لك حدا فاصلا في هذه المسألة ولا تجامل فيها ولا تداين مهما كانت الظروف والأحوال دينك إلا دينك وكل كسر الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران نعم يعني دكتور سعد فينا نقول هو بعض الأحيان هذا التأثر الثقافي ربما يكون مشروعا أم هو في النهاية في المحصلة هو تشبه بقوم وأقوام وأديان أخرى النقطة أنه التأثر إذا كان منضبطا بأخذ الإيجاب منها وترك السلب فما عندك مشكلة أن تشبه أو غيري أن عندك حد فاصل في هذه المسألة هذا خطأ هذا صحيح أخذ الصحيح وأترك الخطأ وأعلم أولادي ومن معي في تلك البلاد هذا يا بني يخالف ديننا هذا يخالف أخلاقنا هذا يخالف معتقاداتنا هذا ليجب أن لا نقربه أما كذا وكذا وكذا من الأمور الأخرى الإيجابية نعم نأخذ منه ونستفيد منه أما وأن نأخذ بالأشياء التي تضر بالدين والأخلاق فهذا حد فاصل فيها لا يمكن المجاملة فيه أبدا يعني مثلا الأسماء الأجنبية الأعياد اللبس العادات والتقاليد بشكل عام في الحياة اليومية تعتبر تشبه هنا أم هي تأثر ثقافي مشروع في النهاية في المحصلة يعني لا شك وبدأ يتأثر يعني قد يعزمه مثلا جارو قد مثلا يكون عنده مناسبة قد يكون عنده مثلا مناسبة عرس مناسبة نجاح ولد أو كذا إلى آخره في يعني هذه اسمه مجاملات عامة مجاملات عامة أما مثلا يدعوه إلى أن يحضر حفل مثلا في الكنيسة أو أن يضيفه في مناسبة مناسبات مدينية فهذا هنا الخط الأحمر الخط أخضر المعاملات العادية ما في أشكال تحية سلام لأنك في بلد لابد أن تختلط بهم وأن تكون معه فسلام حاجات بسيطة مثل هذه ممكن أما في الأشياء التي تتعلق في الدين والمعتقدات والأقلاق لا أن يعزمك مثلا على لقاء محرم ومنكرات وخمور ورأس السنة أو فهذه تعرف ما يحدث فيها رأس السنة من منكرات واختلاط المحارم تشبه في هذه الحالة في هذه الحالة الدخول فيها منكرات فيها إثم فيها محرم إذن أما الأمور المجاملات العامة فيمكن أن يتسامح بها أما أن تدخل في الأمور التي تضر في الدين والمعتقد هذه نقطة حمراء لا يمكن تجاوزها أبدا لدى من ابتلي بالإقامة في تلك البلاد إذن إذا كانت تشبه نتكلم هنا الآن عن التشبه بأقوام أو بأديان أخرى كما تحدث من الشق الآخر من الإجابة ما الحكم الشرعي في التشبه بالأقوام والأديان الأخرى طبعا لا شك الحكم الشرعي واضح لأن فيها نص يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال الله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم فالمسألة هنا التشبه يكون مع المحبة يكون مع الاعتقاد يكون مع المداهنة الكاملة يعني ترى كثيرا منهم يسارعون فيهم كما جاءت آية صورة المائدة يسارعون فيهم يعني تجد عندهم ولو دخلت عليه من أقطاريا ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسير فتجد مجرد أن يجد الفتنة يجد الانسياق وراهم يتشبه معهم في شعورهم وفي ألبستهم هذا يدل على أنه قد دخلت المحبة داخل قلبه إذا تشبه بشعره وتشبه بلباسه وتشبه بمشيته وعياده راح إلى الأعياد وراح إلى الاحتفالات وراح إلى كذا يدل هذا على أنه دخلت المحبة داخل القلب وهذا هنا الخطر وهذا هو التشبه المنهي عنه والمحرم شرعا أن يصل التشبه إلى مرحلة أنه يحبهم ويواليهم ويمكن أن يتنازل عن بعض معتقداته وبعض أفكاره وبعض دينه من أجل أن يرضيهم من أجل أن يتقرب إليهم من أجل أن يرضوا عنه فهذه هنا نقطة الارتكاس في مسألة التشبه أن يكون التشبه مع محبة وموالاة وقرب أما أنه يلبس عادي ملابس العادية يشارك مشارك ما قلت لك إلا عادية من مجاملات تحية سلام حاجات زي كذا ما في مشكلة أما أنك تدخل في صلب المعتقد وتتنازل عن الثوابط هنا الإشكال في التشبه نعم طيب إذا أتينا إلى موضوع الأسماء الغربية أو الأجنبية تمام هل هناك مشكلة شرعية في الأسماء الأجنبية أو الغربية والله مسألة الأسماء أستاذ عبد الحميد حسمها ابن القيم رحمه الله في أحكام المولود فقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام قسم يختص به المسلمون وقسم يختص به الكفار غير المسلمين وقسم مشترك بين الاثنين أما القسم الذي يختص بأسماء المسلمين الأسماؤنا عبد الله وعبد الرحمن محمد محمود أحمد هذه تخص المسلمين تخص الكفار مثل متة يوحنى جرجس هو الأسماء هذه اللي عندهم بطرس تخص غير المسلمين تخص غير المسلمين وعندك مشتركة هي أسماء الأنبياء الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل وأرسلوا إلى في الأقوام السامقة مثل عيسى مثل موسى مثل يحيى مثل الأسماء الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم وكانوا من دين المسيح وكانوا من دين اليهود عزير واضح؟ إذن هذه تكون مشتركة من المسلمين وغيرهم إذن ليس مشكلة شرعية إذا اليوم المسلم أو اللاجئ السوري الموجود في الدول الغربية قام بالتسمية بأسماء أجنبية يعني لا من هذا ولا من ذاك كما يقال يعني من المجتمع الموجود من الأسماء الموجودة في المجتمع الآن خص المسلمين عرفناها سمي جرجس أو بطرس أو كذا لا من هي عنها؟ من هي عنها لا يجهد شرعي أما المشتركة مثل موسى عيسى أنبياء هم يسموا بها ونحن نسمي بها يعقوب واضح يوسف هذه كلها يسمى بها لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم طيب دكتور سعد اليوم البعض بيبرر أنه تسمية الأبناء أو المواليد الجدد في أوروبا أو في الدول الغربية بأنه اليوم هذا الطفل بدي يروح على المدرسة فبحاجة أنه يكون اسمه مندمج في هذا المجتمع تمام؟ نعم يبرر أيضا البعض بأنه بدي خلص طفله من النظرة العنصرية الموجودة لدى بعض المجتمعات الأوروبية والغربية بغض النظر عن الحكومات أو ما شابه ذلك لكن اليوم يوجد البعض عنصريين في الدول الغربية لذلك تكون هناك النظرة عنصرية للطفل المسلم أو الطفلة المسلمة فالبعض يبرر تسميت أبنائه بأسماء أجنبية من المجتمع المحيط بهم بهذه الأمور فهل الشرق يقبل هذا التبرير؟ أخي الفاضل شوف من حقوق الولد على أبيه أن يختار أمه وأن يحسن اسمه وأن يعلمه كتاب الله هذه من الحقوق اللازمة للولد على أبي وعلى والدي فتحسين الاسم مطلوب لأنه سيدعى بهذا الاسم في الدنيا وفي الآخرة سيدعى بهذا الاسم في الدنيا وفي الآخرة فيجب على الأب أن يختار لابنه أو لمولوده اسما مناسبا وهذا الاسم يكون منضبط بالضوابط الشرعي اللي ذكرتها لك قسم خاص بالمسلمين قسم خاص بغيرهم قسم مشترك طيب لو سميت الآن باسم عيسى وهم يعبدون عيسى عليه السلام في أكبر من تسميت هذا الاسم عندهم عظيم يتبر باسم اليسوع فأنت تختار اسم إذا كان عندك حرج بتسميته مثلا بأسمائنا عبد الرحمن وعبد الله ومحمد ومحمود وأحمد اطريت اطريت الآن عابد تقول والله أنا أريد ابني يكون يعني مثلا ما يحرج بذكر اسمه في مجتمع المرضي نظر معين أو كذا سمي اسم عيسى سمي موسى سمي عقوب يوسف كل هذه الأسماء كلها موجودة عندهم ويسمون بها اليهود الآن يسمون بهذه الأسماء بكل صراحة واضح؟ فإذا الأمر ما في حرج ولكن أنه الإنسان عندما يعني يضعف في نفسه فيرى أنه لو فعل كذا لكان أفضل وهو الخطأ هذه التنازلات التي ينهى عنها الشراء وهذه الأشياء الثوابت التي يجب على الإنسان المسلم أن يحافظ عليها نعم طيب دكتور سعد بالنسبة لبعض الأمور شفناها بالتقرير يعني أحيانا في بعض الحالات يضطر أيضا لنسب لتضطر العائلة لنسب الطفل أو المولود إلى الأم للكونيا يعني نسبة للأم كما شاهدنا في التقرير فالحكم الشرعي في هذا الموضوع أيضا لا ينسب أنت بهذه نقطة شرعية لا ينسب الولد لأمه إلا إذا كان ولد زنا لا ينسب قال الله تعالى في سورة الأحزاب أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله ولا يدعى ولا يدعى الولد لأمه إلا إذا كان ولد زنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش للعاهر الحجر فهنا نقطة ارتكاز كيف يدعى لأمه فلان ابن فلان لكن معروف هذا يوم القيامة يدعون بأسماء وأسماء أمهاتهم نعم أما في الدنيا يدعى لأبيه فلان ابن فلان فلان ابنت فلان أما أن تنسب إلى أمها هذا خطر وهذه نقطة ارتكاز لا يمكن التنازل عنها ممنوع شرعا أن ينسب الولد إلى غير أبيه نعم اسمح لنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد العثمان نذهب لفاصل ونعود نتابع هذا الموضوع مشاهدنا نذهب لفاصل قصير ونعود أساس التمكين والظلم هلاك البلدان سنكون عباد الرحمن عدل أساس التمكين والظلم هلاك البلدان سنكون عباد الرحمن أهلا وسهلا بكم مشاهدين من جديد نعود لنتابع موضوع هذه الحلقة التي خصصناها عن التأثر الثقافي بالغرب لكن بداية نذهب لنشاهد هذا الاستطلاع أيضا من ألمانيا ونعود شو رأيك بإطلاق الأسماء الأجنبية على الأطفال السوريين المولودين في دول اللجوء؟ يعني أنا ماني شايفة أنه هي ظاهرة بهذه الكثرة اللي ممكن الواحد يطرح على أساس سؤال مثل هذا أعتقد أنه هي حالات قليلة ولكن ليست حالات متعمدة بإطلاق اسم الأسماء الأجنبية على الأطفال اللي جايين من المناطق العربية أو من الدول العربية نشوف الموضوع عادي وما في ولا مشكلة إذا الاسم ما بيخل بالجانب الديني يعني على حسب الاسم المختار وكمان هو جانب كويش أنه نحن هون بلد أوروبي الأساد والمعلمين ما رح يعرفوا يحكوا الاسم صح مثل ما بنحنا بنحكيه فهون أنه الجانب الإيجابي أنه لما نسمي اسم غربي أو أوروبي بيكون ما عنده مشكلة الولاد بالمدرسة والله هيك شيء أنا رأي يعني كيس وما كيس هلأ كل من على فضله يعني كل من خلي 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 سمي خلي سوي خلي سوي شو أريد يسوي أما أنا رأيتي رأيتي ما كويس تاني بنهاية أنه الواحد لازم يضل ملتزم دينه وينما راح وينما إيجا وأنه هالشي ما تخل إنه إذا كنا بلد أوروبي أو بلد عربي بنهاية إحنا يعني مسلمين ولازم الواحد يضل ملتزم دينه أنا بعتبر هذا الشيء نوع من الاندماج اللي بيعتبره بعض من السوريين أو مثل ما عنا بنقول بالسوري أنه إذا حبينا شخص أو حبينا مجتمع فنسمي أسماءنا على نفس أسماء المجتمع اللي مروح عليه مثلا على أسماء أجنبية فممكن أنه يكون هذا الشيء أنا بتخيل أنه هن بيسموا أسماء أجنبية منشان بس ما يكون فيه اختلاف بالمدرسة ما يحسوا حالهم كتير غريبين علشان في عنا هيدول الأحرف اللي ما بتقدر يلفزوها مثل الحق والعين والقاف فأني بيسموا أسماء تكون سهلة منشان ما يكون فيه فرق بين الأولاد بالمدرسة هل هذا يدل على عدم الالتزام بالدين؟ ما بعتقد أنه بيدل على عدم الالتزام بالدين لأنه ظاهرة كانت موجودة حتى ونحنا لما كنا في سوريا كان في عائلات كتير بتسمي أطفالها بأسماء أجنبية هو الموضوع له أكثر علاقة في تطور الميديا والانفتاح يمكن على العصر يعني ما بتخيل إنه فيه علاقة بالالتزام الديني أو عدم الالتزام الديني طول ما إنه الإسم ما بيخل بالدين عادي يعني لازم لما نختار الإسم نشوف شو المعنى تاعه شو وضعه وبعدين ما فيه مشكلة لا ما فيه له علاقة في هالشي الإسم عمره ما كان فيه له علاقة بالدين لا شو فيه فيه ناس ما سلامت الإسم العالمين كليتين زي بعضين بس في شو بيختلفوا بيختلفوا باللغة في كتير فيه اسم تبع المسيحية كمان بفوتوا عندنا مثلا وهاي هي المسيح لما خصوا في الدين شي الإسم إذا الواحد مثلا هاليوم سمى ابنه أسم أجنبي بعدين بيجوز يتغير شوي شوي يندمج مع الأجانب ممكن حتى بيوم من الأيام حتى يغير دينه هو بيكون بس نوع من التطور معلوات الأسماء بتتغير أنا كمان بالعربي معلوات الأسماء تغيرت صارت عم تتحدث أكثر وأكثر لا ما دخل إبتعاد عن الدين ما بتخيل يكون إبتعاد عن الدين أدمعه بس بدون يندمجه كثير مع الألمان دكتور سعد شهدت معنا استطلاع الرأي الذي أعده الزميل مكسيم من ألمانيا برأيك أنت أيضا هل هذا التأثر الموجود اليوم في الدول الغربية هو دليل على غياب الالتزام الديني؟ نعم أخي الفاضل ذكر أهل العلم شرطاني أساسيان للإقامة في بلادي الغرب الشرط الأول أن يكون في هذا المقيم دين وإيمان يحجزه عن الشهوات والملذات والشرط الثاني أن يكون لدى هذا الشخص أو هذا المقيم علم شرعي يدفع به الشبهات هذا أساسيان شرطان أساسيان في الإقامة ولذلك عندما لم تجد هذين الشرطين محققين لدى الرجل الذي أقام في بلاد الغرب تجد الإشكاليات تحدث عنده عند المخالطة للناس في ذلك البلد فتجد الذي ليس عنده إيمان ودين وخوف من الله عز وجل ومراقب لله عز وجل يلقي يرخي لشهواته وملذاته العنام في بلد حرية كما تعلم والآخر الذي ليس عنده علم شرعي لو أي شبهة أتت أو أي مشكلة حصلت عنده من السهولة أن يتأثر ومن السهولة أن ينزلق ومن السهولة أن تزل قدمه فيخالف الشرع ويخالف الدين ويخالف الأحكام وينخرط في هذا المجتمع متأثرا غير آبه بالدين ولا بغيره لأنه أصلا ما عنده قيم وما عنده ثوابت وما عنده أشياء تردعه فلذلك يتأثر بالمجتمع تأثر واضح وبين وممكن أن ينخلع من معتقداته ومن أخلاقه ومن أصالته التي تربى عليها في البلد ولذلك أنا أرجع المسألة المقيم في بلاد الغرب إلى النية التي أخرجته من بلده النية هي المناط الحقيقي للشخص في بلاد الغرب فإن كان الرجل خرج فعلا من بلده هرب من الموت وهرب من القتل يريد اللجوء في ذلك البلد والمحافظة على أولاده والمحافظة على دين قدر المستطاع ونعم هذا نيتو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه أما من خرج من البلد يريد التكسب ويريد الدنيا ويريد كذا ويريد كذا فهذا كما له منح آخر والآخر الذي أراد بذلك الكسل يعني بعض الشباب للأسف تجدوا قويل بدن قويل الجسم يذب إلى بلاد الغرب بماذا يفكر أنه بد يجين راتب لجوء إلى البيت وأنا بد يجس الصباح أشرب القهوة على أنغام فيروز وبد يسهر الليل على أنغام مكلثوم وفاكر هذه الحياة وهذه السعادة وهذه الكذا فعندما ذهب إلى هناك وجدها خلاف ذلك وجد أنه ذاك المجتمع يريد منك أن تنخرط به وأن تعمل وأن تكون كذا وأن تتعلم اللغة فيجد أنه الأمر خلاف ما كان يظن عندما كان يحلم عندما يريد أن يذهب إلى تلك البلاد فإذن التأثر قائم ولكن إذا وجد شخص لديه دين وله علم فإنه إن شاء الله تعالى لا يتأثر إلا بالأشياء الإيجابية في تلك البلاد إذن تقصد بأن غياب الالتزام الديني هو سبب لمن تأثر وتشبه بعدات وتقاليد الغرب بالنسبة لموضوع التأثر باللباس والعدات والتقاليد نخصص هذه الفكرة هنا ونتكلم عنها بخصوصية ما رأي الشرق بهذا الموضوع لا شك أخي سالة أبو الحميد أن التأثر قلت لك سيتأثرون لا محالة نحن نتأثر بالإيجاب ونمتنع عن السلب كل شيء ما نلبسه المتشبه الآن بعض المناطق شبه العورة مكشوفة من الفخذ وغيرها هذا التشبه هذا للرجال ماذا عن النساء كذلك النساء نفس الأمر هذا نفس الأمر الآن أنت كمسلمة مأمورة بأن تتحا يعني الآن الوجه فيه خلاف عند العلماء يعني المسألة صعب أن تكون المرأة بالنقاب الشرعي في تلك البلاد إن استطاعت أن تضع النقاب فهذا أمر طيب طيب ما استطاعت بلاد كل مكشوفة وحرية وكذا فقط الوجه يعني تخرجه وأيضا بعضه كما موكله بشكل ظاهر يعني وتحاول قدر المستطاع أننا تحافظ على دينها وعلى الأشياء التي فيها يعني خلاف بين أهل العلم بحيث أننا تجد في إبداء الوجه رخصة مثلا أما تيجي تلبس اللباس للكاشف والفاضح وتكشف شعر وتكشف أمور هذا طبعا هذا تشبه واضح وتنازل عن مسلمات وتنازل عن ثوابت وتنازل عن الدين في الحقيقة لأن حجاب المرأة المسلمة أساسي في حياتها فمن هنا نقول أن التشبه عندما تأخذ بلباسهم وتنساق وتترك أمورك وتخالف دينك وتلبس مثلهم بألبستهم العارية وبأشكالهم وموديلياتهم الفاضحة دكتور سعد بسيني في بعض المناطق ربما لا تجد للنساء يعني اللباس الشرعي الموجود في الدول العربية والإسلامية ولا تستطيع الحصول عليه ربما تضطر أن تكون متشبهة أحيانا في اللباس أو اللباس الدول الغربية والأوروبية يخي هذا ما هو عذر ولا رخصة هذا لا مبرر هذا لا مبرر الآن في بلاد النجوك كم في خياطة هناك أستاذ عبد الحميد خياطات كثيرة نساء موجودات هناك يخطن الجلباب ويخطن العباء ويخطن الحجاب هذا ما هو عذر المسلم يقول والله ما نعب وشوف بالسوق والله جلباب في بعض الأقارب عندنا في تلك البلاد أرسلوا إلى تركيا إلى هنا أرسلوا لنا الجلباب مقاس كذا وارسلوا لنا جلباب مقاس كذا ما في مشكلة عندك لو ما وجد حتى خياطة تخيط لا هناك ممكن أن ترسل لا هنا والبريد يأتي خلال أسبوع يكون عندها اللباس الذي تريد والطرد الذي تريد هذا ليس عذرا هذا ليس عذرا والله لا يوجد جلباب هناك لا نوجده أنا كمسلم بدأ شعائري ما هناك في حرية افعل لك مصلى صلي فيه صلوات الخمس صلي فيه الجمعة صلي فيه الأعياد هو لا يمنعك من ذلك أنا رأيت بأم عيني في كندا في التلفاز أو في بعض ما يرسل لنا الناس في الأصدقاء في الفيس أقاموا صلاة الجمعة في الحديقة العامة في كندا وكان لهم لحرية حرية طيب مو بلد حرية بلد حرية أنتو ذهبت إلى بلد حرية خلي شعيرك الدنيا تقوم بها بحرية فما يمنعك من ذلك لا تمنعك حكومة ولا تمنعك قانون ولا يمنعك غيره إنما هو عبارة عن ذوبان في غير محله في ذلك المجتمع أما لو وجد هذا البلد المضيف أو البلد اللي أنت فيه منك صلابتك وجد منك قوتك في دينك وجده محافظة على ثوابتك هو بيحتربك هو يقدرك وهو الذي يعطيك حقوقك أما عندما يراك منساقا يعني كل مرة تتنازل تتنازل حتى تنخلع من دينك وهذه المشكلة الحقيقة لأنهزامية داخلية في نفسية اللاجئ نعم طيب دكتور سعدي إذا خصصنا أيضا تكلمنا نحن عن العياد والمناسبات لكن إذا تكلمنا بشكل خاص عن موضوع العياد يعني اليوم في ظل اللجوء السوري إلى الدول الغربية والأجنبية البعض يعني لا يوجد عياد للمسلمين في تلك البلدان يعني كون الغالبية الموجودة بها هي من غير المسلمين فالبعض يعني يشارك ربما الغرب بعيادهم ولا توجد عياد للمسلمين في تلك البلدان فما رأي الشرع في هذا الموضوع موضوع العياد أخي الفاضل للمسلمين ثلاثة عياد عيد أسبوعي هو الجمعة وعيد الأضحى وعيد الفطر فهذه كلها تقام في مصلى بسيط كما فعلنا هنا في تركيا توجد تأخذ استئجار محل كبير مثلا يكون أربعمائة متر وتجعله مصلى تجتمع فيه الجالية للصلوات الخمس ولي صلاة الجمعة وللأعياد وقلت لك لا يمنعون من ذلك أبدا وجدنا أنه في قلب المطارات وفي قلب الحدائق العامة وفي الشوارع العامة تجد بعض البدع تزب دينه ويريد إقامة شعائر دينه لا أحد يمنعه ورأيناهم يؤذنون في الحدائق العامة ويصلون هذا الذي يريد أن يعتز بدينه أما الذي بالدين هزم هذا مثلا ما هو مهتم بهذا الأمر هذا هذا ذنبه على 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 تقصيره وذنبه على يلقاه عند الله عز وجل أما أنك تقول أنه في تلك البلاد لا يسمح أو أنه لا يمكن أو لا هذا خطأ وهذا خلاف القانون الموجود هناك أنت لك مسلم لك حقوقك لك حرياتك لك مثل غيرك تقوم بهذه الشعير بما يتأثر يوجد مساجد في فرنسا الآن في فرنسا يوجد 250 مسجد أو أكثر آخر لحصيات وصلت أكثر من هذا العدد في مساجد لك من أنت كجالية موجودة هناك وحصلتها للجوء وحصلتها لكذا يحق لك أن تقيم مسجد وأن تكون في مساجد في ألمانيا مليئ المساجد صحيح في ألمانيا مليئ المساجد الآن المساجد الأتراك كما يحدثني يعني الأتراك هناك بشكل كبير جدا موجود جالية تركية هناك ولهم مساجدهم ولهم لقاءاتهم ولهم احتفالاتهم ولهم مناسباتهم مساجد الأفراح والأتراح كلها موجودة في صلاة كبيرة وفي المساجد أيضا وفي روسيا رجل قبل فترة فتحت أكبر مسجد في روسيا فالأمر متاح أم هذا الذي يتكلم يقول لك ما فيه والله مساجد والله ما يسمع لنا هذا إنسان هو مقصر ومنهز من داخله لذلك يقول لك هذا الكلام ولك كل الأمر الذي يعتز بدينه يجد من يعينه إذن أيضا يحرم من يتأثر بأعيادهم وينخرت معه طبعا طبعا في هذه كل من الثوابت التي ذكرت في بداية اللقاء أنه في ثوابت وفي متغيرات المتغيرات ممكن التجاوز فيها وممكن المجاملة فيها أما الثوابت لا يمكن فيها المجاملة ولا التنازل طيب دكتور سعد يعني يعزل بعض هذا التأثر إلى أسباب ربما تكون قصرية في بعض الأحيان قصرية من ناحية أنه الاندماج في هذا المجتمع خاصة أن يعني عدد كبير من اللاجئين السوريين اليوم الموجودين في الدول الغربية يعني ربما قد يحصل على الجنسية مثلا في ألمانيا على الجنسية المانية في السويد على الجنسية السويدية وحصل الكثير منهم على هذه الجنسية فيريد أن يندمج في هذا المجتمع كون طفله أصبح ألماني طفله أصبح سويد وأصبح نرويجي والآخر أصبح دينماركي فما رأي الشرع في هذا الموضوع يعني يعزل بعض أن هذا التأثر هو بأسباب قصرية يعني أصبح مواطن في هذا البلد أستاذ عبد الحميد هدف الغرب كله من موضوع استقبال اللاجئين هو الاستثمار في الموارد البشرية خذها من الآخر الاستثمار في الموارد البشرية لأنه أعظم استثمار حقيقي تسمى أوروبا هذه القارة العجوز يعني ما بقى فيها إلا كبار السن فهم لا يريدونك أنت كأب أو لا يريدون الأم كأم أنه يريدون النشئ الطلاب هؤلاء الصغار يريدونهم هم ولذلك هم يوجهون كل اهتمامهم للطفل وتجد حقوق للطفل وتجد كذا وتجد من أجل ماذا يريدون أن يأخذوا هذا النبات الذي أنتجته أنت نسمى الصالحة أدخل إلى المدارس أنه رأيت المناهج طبعا يعلمهم أشياء لا أخلاقية ويعلمهم أشياء لا دينية ويعلمهم أشياء تخص دينهم فأنت ستبتلى بهذا فما موقفك من هذا أن يكون لك في البيت توجيه آخر يعني بتجي تمسك دروس ولدك التي أخذها في المدرسة وتنظر فيها يا أبني هذا انتبه هذا يخالف هذا مو صحيح هذا صح هذا خطأ انتبه نحن في بلد كما تلاحظ يا أبني ألجأتنا الظروف إلى أن أتي إليه ولكن انتبه هذه لا تفعلها هذه فعلها هذه تركها هذه كذا فلابد أن يكون التوجيه مضاعف في البيت التوجيه مضاعف في البيت لكي يواجه التوجيه الذي يلقاه الطال في المدرسة وخاصة في بلاد أوروبا تجد في كندا تجد في أمريكا الأمور هذه غير يعني بالقوة التي موجودة في بلاد أوروبا ولذلك أول ما من شروط الحصول على قرار الرجوع توقع على ورقة الاندماج ورقة الاندماج يعني تندمج حصة السباحة مشكلة هناك في أوروبا حصة في حصة سباحة بدأت تسبح البنت مع الولد في المسبح في أشياء في المناهج موجودة ورسومات وأشياء أمور لا أخلاقية طيب ما موقفك أنت لازم يكون توجيهك في البيت مضاعف حتى تستطيع أنه تواجه هذه المشكلة التي تغذى فيها عقول ابنك وعقول الأبناء في تلك البلاد وبالمقابل في بلاد الغرب من انتبه لأولاده بعضهم حفظ لكتاب الله وبعضهم تمسك بالإسلام وبعضهم طبق أحكام الشريعة على ولده وأسرته لا ننظر إلى نظرة السوداوية لا يوجد أنا أعرف أنا أعرف أناس في أوروبا في ألمانيا وفي السويد وفي كذا حافظوا على أخلاقيات أبنائهم نعم نحن نتكلم عن نسبة نحن نريد النسبة لهذه ولكن لتأثرت لتأثر أما يوجد أناس ما شاء الله استفادوا من الغرب علموا أولادهم تاليم جيد حافظوا على أخلاقهم حافظوا على مبادئهم على دينهم ورجعوا قد يكونوا أحسن من بقوا في البلاد هنا نعم دكتور سعد بدنا منك رسالة في نهاية حلقتنا اليوم بما يخص هذا الموضوع تأثر الثقافي والتشبه بالغرب والعادات الغربية والأديان الموجودة في الغرب نعم أخي الفاضل أذكر نفسي وإخواني في بلاد أوروبا وغيرها أذكرهم بقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك إذا استطعت أن لا تلجأ إلى تلك البلاد فافعل وإن اضطررت إلى ذلك فاتق الله في نفسك واتق الله في أهلك واتق الله في أولادك هذا الطفل هذا الطفل الذي منحك الله إياه وهو نعمة من الله عظيمة ألزمك الله عز وجل أن تقيه النار قال الله تعالى في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة هذا الطفل مسؤوليتك هذا الطفل مسؤوليتك يجب عليه أن تحافظ عليه يجب عليك أن تحافظ عليه كما تحافظ على روحك هذا الطفل يوم القيامة سيمسك بتلابيبك إن ضيعته في بلاد اللجوء وبلاد الغرب سيمسك بتلابيبك ويجذبك جذبا شديدا أمام الله عز وجل ويقول لك ضيعتني ضيعك الله ضيعتني ضيعك الله يدعو على أبيه وكانت النساء عند السلف الصالة عندما يريد أن يخرج زوجها إلى خارج البيت تقول يا فلان اتق الله إننا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على النار إذا كان هذا المسلم الذي خرج لظروف ما إلى تلك البلاد وراعى حق الله وحق أهله وحق ولده فنرجو له خيرا أما ذلك الذي ذهب ومن نيته عندما خرج أن يبيع دينه وأن يترك أخلاقه وأن يترك تقاليده وراء ظهره في البلد ويخرج هذا لا مأسوف عليه لا هو ولا أمثاله إنما نحن نأسف لأولئك القوم الذين كانوا على خير وكانوا على كذا ثم تركوه وتركوا هذا وراء ظهره وذهبوا إلى تلك البلاد فضاعوا وضيعوا وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخيف الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله من الجنة لا يدخل الجنة الغاش للرعية والغاش للولد إن الله سائل كل إن الله سائل كل راع عما استرعى حفظ أم ضيع وقال الله في سورة الصفات وقفوهم إنهم مسؤولون والله لا تجوز على الصراط يوم القيامة حتى تسأل عن الأمانة التي ضيعتها في الدنيا تمسك بك الأمانة يمسك بك الأولد تمسك بك البنت تمسك بك الزوجة قبل أن تجوز على الصراط ويقول يا رب هذا ضيعني هذا ضيعني وحقي في ذمته وحقي في رقبته ماذا تريد؟ هم يستثمرون في الموارد البشرية هم يريدون الأطفال لا يريدونك أنت تذهب وتأخذ أغلى ما تملك فلذة كبدك وتضعى في أيديهم ولذلك يا أخي في تلك البلاد اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك إذا أتيح لك أن تخرج إلى بلد آخر آمن مسلم تقيم في شعير دينك وفيها مناهج وفيها تربية وفيها تعليم خلاف تلك البلاد فلا تقصر أغلى ما تملك في هذه الدنيا أولادك تلقيهم بيد الغرب يربونهم لك ارجح فالرجوع أحمد ولا تمكث في ظهرانيهم ويأخذ منك أغلى ما تملك في هذا الوجود وهو أولادك أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه جمع نشكرك جزيلة شكر فضيلة الشيخ الدكتور سعد العثمان على وجودك معنا في هذه الحلقة من برنامج عباد الرحمن مشاهدين الأكارم نصل معكم لختام هذه الحلقة من برنامجكم عباد الرحمن آملين أن نكون قد قدمنا لكم كل الفائدة وفتحنا لكم أفقا جديدا في مناقشة قضايا الدين والدنيا نلقاكم الأسبوع المقبل في نفس التوقيت في أمان الله عباد الرحمن سنسير بهدي القرآن لنكون عباد الرحمن سنسير بهدي القرآن ونصول حقوق الإنسان بل عدل أساس التمكين والظلم هلاك البلدان سنكون عباد الرحمن سنكون عباد الرحمن